لكن خلينا نتكلم قبل ما نخش طبعا على الصحافة وقالت ايه على انطلاق الدوريات الاوروبية الكبيرة عايز اتكلم معكم في 3 اربع نقطة النقطة الاولى يمكن من خلال انطلاق الدوري الاسباني طبعا البرشلونة وكله بيشوف ببرشلونة من غير ميسي كان فيه صفرات استهجان كبيرة جدا ليه طبعا جوردي ألبا جوردي ألبا طبعا لعب ببرشلونة في أول لقاءة أمام سوسيداد اللي يمكن فاز فيه ببرشلونة لكن كان فيه يعني اعتراض كبير جدا على هذا اللاعب والناس بتصفر عليه ليه بتصفر عليه يمكن هما كان الناس بتتكلم أو مشجع ببرشلونة بيقولوا انه هو من ضمن اللعيبة الكبار يعني ببرشلونة طبعا كان فيه أزمة مالية لكن رفض تخفيض عقده بشكل كبير جدا لكن طبعا يعني خفض راتب اللاعب ده يعني أمر أمر طبعا يخص اللاعب لكن هو كمان جوردي ألبا قال دي أكاذيب وزي ما فيه طبعا الناس تفرط عليها لكن كمان فيه ناس بتشجعني ويتدعمني وكمان جوردي ألبا قال ان الكبار في الفريق برئين تماما تماما من تهمة انهم يمكن وراء رحيل ميسي قال انهم يمكن بعضهم رفض يتخلى عن رواتبهم أو يقلل رواتبهم لكن موضوع أو قضية ميسي دي قضية تانية خالص تخص الإدارة مجلس إدارة أو رئيس نادي ببرشلونة نتكلم على كمان لوكاكو لوكاكو طبعا الدبابة البلجيكية وحضراتكم عارفين طبعا لوكاكو يمكن في الأيام الأخيرة انتقل طبعا إلى تشيلسي بـ 115 مليون نتكلم على يمكن لوكاكو طبعا الفائز بالدوري الإيطالي مع الإنتر لوكاكو كان كتب يمكن رسالة وداع رسالة وداع هو بيتكلم ويقول انه يعني بيتمنى التوفيق للإنتر لكن كمان جماهين الإنتر ما رحمتهش يعني يمكن كان ردود الافعال كانت قوية جدا وصعبة جدا على لوكاكو جماهير الإنتر قالت له لأ انت اكيد رحت تشيلسي بسبب الفلوس والراتب الكبير جدا وقالت له رسالة صغيرة كده انت هتسبنا احنا لإنترسا يعني احنا ما زلنا الإنتر وحنشوفك يا لوكاكو هتبقى لوكاكو هناك في طبعا تشيلسي لا حضراتكو كمان عارفين ان يمكن تشيلسي كان باع لوكاكو بمبلغ 30 مليون باوند ولكن رجع اشتراه تاني من ايام قليلة بمبلغ 115 مليون يورو عارفين طبعا اللوكاكو طبعا من افضل المهجمين على مستوى العالم وفي منتخب بلجيكا لكن هو كمان كان يمكن مر بأزمة شوية في البريمير ليج لكن تطور جدا وتقلق جدا مع الانتر في السيريا ا وحصل على الدوري الايطالي هنخش على احد النجوم الكبار كورتوال طبعا نجم ريال مدريد اللي كمان بيجدد تعاقده لمدة اربع سنوات وكان طبعا زي ما بقول لحضراتكو النجوم الكبار والناس اللي كانت بتتكلم على تأثير النجوم الكبار اكيد حراسة المرمى من عوامل اساسية كورتوال طبعا من افضل حراسة المرمى على مستوى العالم بيجدد تعاقده لسنة عشرين اربع وعشرين مع ريال مدريد لعشرين ستة وعشرين مع ريال مدريد وكان طبعا زي ما بقول لحضراتكو من العوامل المهمة جدا وكان طبعا مهم جدا يعني مهم جدا وجود حارس كبير لأن زي ما بقول لحضراتكو أنشلوتي المدير الفني لريال مادريد بيطمح أكيد بعد خسارة اللقب السنة اللي فاتت أنه كمان يفوز باللقب ويحصل كمان على الشامبز الليج